بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنبدأ موضوع جديد بقواعد اللغة العربية ألا وهو لدينا هنا خمسة أسماء أب أخ حمو وذو بمعنى صاحب وفو بمعنى ثم إذن لدينا هنا خمسة أسماء هذه الأسماء نسميها في اللغة العربية الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة هي أسماء مميزة عن جميع القواعد التي أخذنا اعتدنا الفعل المضارع يرفع ويجزم وينصب اعتدنا أن الفعل الماضي يبنى على الفتحة ويبنى على السكون ويبنى على الضم اعتدنا على أن المبتدأ دائما مرفوع واعتدنا أيضا الخبر دائما مرفوع اعتدنا على اسم إنه منصوب وخبرها مرفوع لكن هنا الأسماء الخمسة تختلف عن باقي قواعد اللغة العربية أب بمعنى أب أخ بمعنى الأخ الحمو هو أب زوج والد زوج الزوجة أو والد زوجة الزوج حماي أما ذو بمعنى صاحب وفو بمعنى الفم تمام؟ خمسة أسماء سنتعرف في هذه الوحدة على إعراب كيفية إعراب الأسماء الخمسة متى تصبح هاي الأسماء من الأسماء الخمسة سنتعرف ذلك من خلال الشرح سأكتب جملتين الأولى أبن رائع والجملة الثانية جاء أبوك هنا وردت أب هنا ووردت هنا أب أيضا هل بالجملتين تعتبر من الأسماء الخمسة؟ الجملة الأولى أب تعتبر من الأسماء الخمسة؟ طب هي موجودة من الأسماء الخمسة وهنا هل تعتبر من الأسماء الخمسة؟ لذلك سنتعرف كيف سنميز بين الأسماء العادية والأسماء الخمسة؟ وما هي الشروط المتوافرة كي تصبح هاي الأسماء من الأسماء الخمسة؟ في البداية سنعطي الشروط أولا الشروط أن تكون الأسماء الخمسة مفردة هاي واحد أول شغلة لا بتيجي مثنة ولا بتيجي جميع دائما مفردة اتنين مضافة هاي الأسماء مضافة إلى ضمائر الجر تعالوا الجر ضمائر الجر نحنا بنعرف إنها هاي الغائب كافي المخاطب ونال مفعولي أكيد رح تسألوني إنه فيه رابع ضمير ألا وهو يا المتكلم يعيني عليكم هنا يا المتكلم بدي أحذفها ما بدي إياها لأنه إذا تصلت من الأسماء هاي تصبح اسم عادي مش من الأسماء الخمسة بدي أنتبه أنا لازم تتصل يا بها إياها الغائب أو بكافي المخاطب أو بنال مفعولين فقط لا غير فقط لا غير إذا الأسماء الخمسة واحد أن تكون مفردة اثنان مضافة إلى ضمير ضمائر الجر هاي الغائب كافي المخاطب بنال مفعولين فقط ثالثا وهي الأهم طلعوا كيف شو هي الأسماء الخمسة علامة إعرابها ترفق ب الواو وتنصب بالألف وتجر باليأ يا عيني عليكم نحن عتدنا أنه دائما المرفوع مرفوع بالضمة الحركات الفرعية هي الواو والألف في حالة المثنة وحالة الجمع المذكر السالم لكن الأسماء الخمسة ترفع بالواو بدل الضمة وتنصب بالألف بدل الفتحة وتجر باليأ بدل الكسر بس عندي شرط عندي شرط أن تكون مضافة إلى ضمير متصل أو اسم مش شرط ضمير بس أو اسم أو اسم ممكن أنا عطيفة أبو محمد أبو خالد أبو أسامة إلى آخره تمام فقط لازم أنا يكون عندي مضافة إلى ضمير أو إلى اسم تعالوا نروح للجملة الأولى أبو أول شي إجت مفردة صح هاي أول شرط تعالوا نشوف تاني شرط مضافة إلى ضمير أو اسم وضيفة إلى ضمير لا وضيفة إلى اسم لا بعربها إعراب عادي حسب موقعها بالجملة إجت فاعل إجت مفعول به إجت مبتدأ إلى آخره إذن هنا جاءت مبتدأ مرفوع بالضمة هنا جاء أبوك أبوك هنا أب زائد كاف وفي عندي واو من وين إجت تعالوا نشوف موقعها الإعرابي جاء فعل من الذي جاء أبوك إذن أبوك موقعها الإعرابي فاعل مرفوع بماذا يرفع يرفع بالواو لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو منضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة هاي هي الأسماء الخمسة إذن سنميز بين الاسم العادي من الأسماء الخمسة على أن تكون مفردة مضافة إلى ضمائر الجر ما عاد ضمير لمتكلم الياء أو إلى اسم والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء إلى هنا ننتهي وسأبعد تطبيق لكل طالب عليه أن يحل المسائل كي يميز بين الأسماء العادية والأسماء الخمسة ويعطيكم ألف أفضل أفضل ترجمة نانسي قنقر